السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الكرام مبروك علينا كاملين تأهل المنتخب المغربي الى دور 16 من كأس العالم قطار 2022 وكذلك سوف نتعرف السوفيان امر رابط وسوف نتعرف حاكم زياش يوسف النصيري اشرف حاكمي وكذلك سوف نتعرف السوفيان امر رابط المنتقلق وسوف نتعرف على صلافه كمدري بالمنتخب وواليد الرقراجي سوف نبدأ مع تشكيل اللي تخل بها هو واليد الرقراجي شن ياسين بون ورجع بعد ما غارف مباراة بلجيكا دخل بتشكيل التالي كما شفنا اشرف حاكمي نايف اكرد رومان سيس نصير مزراوي كما شفنا عبد الحاميد الصابيري عوض كما شفنا سالم امل لاح وكين سوفيان امر رابط عز دين اوناحي والهجوم كما شفنا حاكم زياش سوفيان بوفل ويوسف النصيري دية تشكيلة اللي دخل بها هو والدرقراجي المباراة بالنسبة المباراة امام منتخب كندا مع البداية كما شفنا يوسف النصيري كدغط على حريس مرمى منتخب كندا وكين رجع الكورة كما كنقوله بالغلط الحاكم زياش كما شفنا حاكم زياش سجل هدف ولا اروح في المباراة كما كنقوله ما عطلش حريس مرمى منتخب الكندا وحاكم زياش كما شفنا سجل هدف امام منتخب جورجيا بنفس الطريقة ونفس القيفية اغا هو كان المسافة ابعد من هId المسافة اللي استجلبيه لمنتخب كندا كما شوفنا المنتخب قدموا اداء جيد بدا مع بدايت المباراة وشنا حاكيم زياش لعب مباراة في المستوى العالي وكذلك هنهضروع يوسف النصيري اللي تقلق في هادلا المباراة هادي كما شوفنا يوسف النصيري سجل هداف بعد انطلاقة اخورها فيه معنا شنا التمريرا ديالاشرف حاكيمي كما كنقوله تمريرا عالمية وكما شوفنا يوسف النصيري تعامل معها بشكل جيد جدا وسجل الهدف يوسف نصيري هناك يبالك يوسف نصيري قدم مباراة في المستوي كما شونا يوسف نصيري تسجل الهدف الثالث ديال المنتخب المغريبي ورفضوا الحاكم كما شفنا وما رجعش للفار كما كن قلنا لهدف صحيح لمياه في المياه ديال المنتخب المغريبي ديال يوسف نصيري الهدف الثالث وكيصبح يوسف نصيري اول مهاجم مغريبي كيستجل جديد كاس العالم متابعين بالنسبة لسوفيان امر عبط قدم مباراة في المستوي العالي. وقدم اداء ولا ارواح. رجل المبارض كما شاهدنا ما شاء الله تبارك الله. كما شاهدنا في هذه المبارض تقدم صاخق بداني كبير المنتخب مغربية. كدم اداء ولا ارواح. اقدم اداء رجولي بهذا المعنى الكلمة. وماشي تحتها الصفرات و pleaها احسن حاجة. و كانت منiros ان شاء الله يتابقى مقلق مع المنتخب مغربي كما شاهدنا اشرف حاكمي قدم اداء ولا ارواح. ورغم الاستابة واخداء رجل المباراة. كما شفنا راسلا فوكا كيف عالها. وكأهل المنتخب. الدور الثاني بعد ماشيط المنتخب. فوقت واجيز. بعد المعنى الكلمة. كنقول له شكرا والدرق راقي. شكرا اللي عبد المنتخب. شكرا السطاف ديالك اللي قدمته اداء ولا اروع. كما شفنا كنا كنقوله ما انتقضوش المنتخب. وهذه هي اللي كنا نتمنى وصراحة. والدرق راقي قدم اداء ولا اروع واللاعبين. كما كنقوله تقاتلو. وكنشكروهم. وكنقولو لهم. احنا موراكم. زيدو. فرحونا. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وكنتمنى المنتخب لغيجي. وواش كما كنقولو. واش ليابان ولا المانيا ولا قسطريكا. مرحبا بيها. ان شاء الله المنتخب ينادي الجامع. وكنتمنى الويدرق راقي التوفيق. وغندروا شي فيديو خاص على ويدرق راقي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم محمد.